موسيقى أهلا بكم أفاد مرسل الإخبارية السورية في حمص ببدء خروج دفعة جديدة من المسلحين من حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة تمهيدا لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها وحول هذا الموضوع معنا مرسل الإخبارية في حمص أسامة ديوب أسامة أسعدت أوقاتا تحية لك أبهاء وتحية للمشاهدين لم أسمع السؤال جيدا أهلا بك أسامة يعني لو تضعنا في صورة خروج الدفعة الجديدة من المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية في حي الوعر اليوم نعم اليوم بدأت عملية خروج الدفعة التاسعة من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر ووجهة هذه الدفعة ستكون هي باتجاه مدينة جيرابلس في الأسابيع الماضي كانت تخرج ثمان دفعات منها ستة في اتجاه مدينة جيرابلس بالنسبة لخروج دفعة التاسعة اليوم متوقع أن يكون هناك ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة مسلحة وأن يصل العدد ما بين إلى ألف وخمسمائة شخص إلى ألفين شخص من عائلات المسلحين في خلال الدفعات السابقة جميعها كان وصل عدد المسلحين لدي خرجوا حوالي ثلاثة ألافة مسلحة بها نعم يعني بالنسبة لهذه الدفعة باتجاه مدينة أدلب كما ذكرت يعني هي الدفعة الثانية التي تتواجهت باتجاه إدلب أليس كذلك؟ اليوم الدفعة باتجاه مدينة جيرابلس في الدفعات السابقة الثمانة السابقة كان هناك ستة باتجاه مدينة جيرابلس واثنتين باتجاه مدينة إدلب طبعا من المتوقع أن تنتهي عملية خروج المسلحين وإعلان حيل وعر خالي من سلاح قبل عشرين من شهر عيارة الحالي ومتوقع أيضا أن يكون هناك خروج دفعتين واحدة باتجاه مدينة إدلب ودفعة أخيرة ستكون موزعة بين الشمال مدينة حمص وإيضا جيرابلس وإدلب هل لديك معلومات أسامة حول عدد المسلحين الذين خرجوا اليوم من ناحية الوعر؟ حتى الآن خرج ثلاث حافلات تقول 127 شخص بينهم 44 مسلحة المتوقع؟ اليوم متوقع خروج حوالي من 300 إلى 400 مسلحة تقريبا وكما ذكرنا أن يصل العدد من سيخرج اليوم بين 1500 إلى 2000 شخص تقريبا نعم شكرا لك مراسل الإخبارية في حمص أسامة ديوب شكرا جزيلا لك أعلن مكتب المبعوث الخاص الأمين العام للأمام المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستوران الجولة السادسة من الحوار السوري السوري في جنيف ستعقد في 16 من أيار الجاري إعلان جاء قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى واشنطن في زيارة يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن اليوم لازمة في سوريا وهم القضايا الدولية وسوف يستقبل دونالد ترامب لافروف في البيت الأبيض وكانت مريزة خروفة المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية أفادت بأن لقاء لافروف وتيلرسون سيتيح فرصة لتنفيذ اتفاقيات تم التوصل إليها أثناء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سلاح الجو العراقي يقضي على نحو مئة من إرهابي داعش ويدمر مواقع ومقرات لهم غرب الأنبار وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن طائرات القوة الجوية نفتت 11 ضربة جوية غرب الرمادي و4 ضربات مماثلة في قضاء القائم أسفرت عن قتل أكثر من 90 إرهابيا كما استهدفت خلايا هذه العصابات التي تعمل باتجاه بغداد في خبرنا الأخير ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولية القبضة على راكب مصري بعد تهديده بتفجير طائرة قادمة من مدينة جدة السعودية وأنقل موقع اليوم السابع المصري عن مصدر في المطار قولة إن برج المراكم من قائد طائرة تابعة لشركة فلايناس يطلب فيها سدعاء الشرطة بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة مضيفا أن قوات الأمن سعدت إلى الطائرة بعد هبوطها وسيطرت على الراكب وسلمته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه إلى اللقاء اشتركوا في القناة